السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النواليه وصحبه وسلم ان شاء الله في الحلقة دي هنستعرض المفارم كل اشكالها كل مرقتها بانواعها استخدامتها بالمنحوات المعاها بالوط بتاعها وبالمميزات كلها باذن الله اول مفارم معنا مفرمة موديلها تمانية وستين تمانية واربعين ستة وعشرين دي بتبقى مفرمة اسمها عشرة في واحد دي فرنساوي الفين وط بالضمان الاسلحة بتاعتها السلح بتاع التقطيع بتاعها بيبقى سلستيل خالص اجود لانواعي سلستيل بقى معها تلات وشوش للفرم وللتقطيع اول الوش اللي هو الوش الخشن او بيبقى الخشن ده بيبقى واسع وده لازم نستخدمه كل فرمة نستخدمه اول وش لازم اللحمة بتعدي عليها اول مرة نفعش نستخدم اللي هي الوسط او نستخدم النعم ليه عشان نحافظ على المطور لان ده بيعدي اللحمة بسهولة وهي خشنة من اول فرمة بيطلع اللحمة خشنة فلازم نحط ده اول واحد عشان نقدر نحافظ على المطور بتاعها بعد كده حبينا النعام شوية بيمكن نحط الوش التاني اللي هو الوسط. ده بينعم معنا اللحمة شوية. وبيديها درجة نعومة. الوش اللي بقى دي ده بقى اللي هو النعم خالص ده ما ينفعش نبتدي بيه اول مار اول وش. ما ينفعش نفرم بيه اول حاجة. لان اللحمة اصلا مش هتعدد من الفتحات دي. ولو عددت هيبقى حمل اللي جامد قوي على المطور والمفرمة المطور بتاعها بتحرى بسرعة. عشان نحافظ عليها نمشي بالترتيب الوشوش زي ما احنا شفنا كده بالترتيب بتاعها ان شاء الله عشان نقدر نحافظ على المفرمة. بتاعش معنا فترة طويلة بازن الله. آآ دي من ضمن المرحقة العشر برضو احنا عدينا تلاتة دي كده اربعة. دي جزء بيركب لتقطيع الحاجة شريح ترانشاط. اسكن بقى خضروات او حاجة زي كده بقطعها معنا. دي آآ سلاح بشر. يبشر معنا الحاجة زي زي المطحنة كده ببودر. دي اللي هي بشر برضو بس زي البصل كده بيديك بيبقى سميك شوية دخين شوية. اللي هي الشريح بتبقى دخينة شوية زي اللي سباكت يعني. ده برضو بشر بس بيبقى رفيع بقى قوي يعني. ده بيبقى شريح كده عاملة زي الشعيرات الصغيرة. احنا بقى طبعا بنستخدمه حسب كل وشة حسب ما احنا عايزين يعني حسب الحاجة اللي احنا عايزين نعملوها. دي لعمل الكبيبة. ده جزء بيبقى فيه في الظهر المفرابة من فوق جزء زي جراب كده او دولاب نحط فيه الملحاب بتاعته الاسلحة بتاعت الصدق بتاعت الكبيبة الوشوش الزيادة الحاجات دي بحيث انه مش حاجة منها تضيع. دي شكل الوشوش كده لما بتركب واحد اللي عمل الصدق واحد اللي عمل الكبيبة. طبعا اللي هو مسلا ممكن نركب بقى الوشوش طبعا نبدأ بقى الوشي طبعا ما احنا قلنا. الوشي بتاعها ممكن نركب عليه وش باسكوت. بيسهل معنا في عمل الباسكوت والحاجات ديت طبعا بس الشكل بيطلع لحسب الشكل اللي احنا حطينه في الجراب بتاعه. المفرابة ملاش دعا. هي طبعا بتنتج معنا اتنين كيلو ستمية جرام في الدقيقة. قوة الماتور بتاعها الفين واط. وعليها ضمان من الشركة بتاعتها. طبعا اللوجو بتاع المركة بيبقى مكتوب عليها ميد ان فرانس. مش موديل ده هيبقى هي مضروبة على طول. لازم ميد ان ونختم الضمان اللي هو بيبقى جواها وبناخد معها فاتورة. عشان الضمان بتاعها هيدفعها. غير كده لأ. غير كده تبقى مضروبة. ده موديل تاني برضو من الليكس الفين وط. بس ده بيبقى في الملحات اقل. بحيس ان في ناس مش عايزة ولا عايزة مبشرة ولا عايزة الحاجات الزيادة ديت والحاجات الكتير دي ما مش هتستخدمها. فبيعملوا نفس الموديل بس بيلغوا منه بعض الملحات بتاعته. ده رقم الموديل بتاعها ستمية وعشرين مية اتن وثلاثين. ستمية وعشرين مية اتنين وثلاثين. ده رقم الموديل التاني. عشان بس ما تشتروش دي على سنية التانية. ده بيبقى معها وشين للفرق. اللي هو الوش الواسع اوي الوش الوسط. وده جزء العمل الكبيبة. ولازم يكون برضو عليها ميت اين فرانس. تأكدوا من اللوجو ميت اين مش موديل. وبرضو بتنتج اتنين كدو ستمية جرام في ديئة. والوطة الفين. اخش على البراند اللي بعدين اللي هو ماركت كينوت. ماركت كينوت دي بيبقى فيه منها تلات وطات او تلات مقاسات. بتنزل حاليا. اللي هو الالف وربعمائة واط الف وخمسمية واط. والف وستمية واط. الف وربعمائة واط وustering وخمسمية واط بيبقى الجسم بتاعهم بلاستك. الف وستم تو واط بيبقى الجسم بتاعها معتم. والتلاتة بيبقى فيهم زرار اسمه زرار راجع او زرار عكس الحركة. بحيس ان لو في اي حاجة واقفت في المفرمة. بيترجعها تاني الفوق. برضو ببقى معها تلت وش بوش ده اول وش ده الاساسي لازم يتحط في اول فورمة للحمة عشان يسهل قوة دفع اللحمة الخشنة ويحافظ على المطور. حبينا النعم بنشير الوش الاولاني ونحط الوش التاني. وبرضو بنشغله بتبقى اللحمة طالعة سليسة وسهلة جدا. وفي نفس الوقت احنا حافزنا على المطور. والدنيا ماشي معنا كواس شان في لازم تشتيكي ان المطور بتاعها تحرق بسرعة. تعمل بسرعة انهما بيحط الوش بأدوات اللي هو الدايق قوي. عشان عايزين يطلعوا المفرمة اه طلعين يطلعوا اللحمة نعمة. انت لازم تبدأ بالكزا وش يعني مش اه تبدأ بالوشين الاولين وبعد كده الوش النعم ده اخر واحد. دي الملحقة بتاعة التلات اه التلات ماركات او التلات مأسات. الف وربعمية الف وخمسمية والف ستومية. ده القمع ده بنزق بيه. ده نفس الفكرة برضو لما بنركب اي شكل بقى دي تريد تركيبه كده بتبقى بالشكل ده ممكن برضو تركيبه عليها وش بسكوت. وتستخدمها في الكحك والبسكوت والحاجاتين. دي الالف وستممية والطل اللي احنا قلنا عليها ده جسمها معدن وفيها زر العكس. اي واحدة فيهم بيبقى معاها ضمان سنتين. لازم ضمان وضمان يبقى ملزوق على الكارتون وشركة كنوود يتختم. ناخد فاتورة مختمة من الشركة. لازم ناخد فاتورة مختمة من الشركة اللي احنا بتشتري منها يعني اسكن شركة او محل برضو يختم لنا الفاتورة. بيختم لنا الضمان. عشان الضمان بيتفعل من تاريخ الشراء. مش من تاريخ الانتاج. دي مفراما براون. مفراما براون دي اه بتبقى الف وتلتونية وط. بيبقى معاها تلات وشوش للفرن زي ما احنا قلنا. وفيها دمعون اه سنتين. دمعون شركة بيتين. دي مفراما تورنودو من شركة تشيبا العربي. وعليها دمان سنة. من شركة تشيبا العربي. دي اللي فيها سرعتين. فيها سرعتين. وفيها زرارة عكس الحركة. وبتبقى الفين وط. دي ممتازة برضو وسعرها كويس. وشركة العربية عاملة فيها حاجة محترمة يعني. دي ملحقتها هيت. دي جزء العمل الكوبيبة وجزء العمل الصدوق. تلات وشوش. وده الامة اللي احنا بنخزن فيه الحاجة وفي نفس الوقت بنزق به اللحمة من فوق. بتاعة الفرن. ديت. الوشوش. واحنا طبعا بنحط اللحمة. ما نحطش اللحمة كلها ما نزقش اللحمة كل مرة واحدة. نحط قطعة قطعة ونزقها قطعة ونزقها قطعة ونزقها. بنجبس على المطور عشان المطور يعني يعيش معنا فترة طويلة. دي الوشوش اللي احنا وانا عليها. آآ المركة اللي بعدية مركة بلاك انذكر. دي بتبقى الف وخمسمائة واط. الف وخمسمائة واط. دي برضو ممتازة جدا. وبيبقى معها ضمام الشركة. دي بتوفرق الف وخمسمائة يعني كيلو ونص آآ في الدقيقة. كيلو ونص اللحمة. دي معها برضو الملحاب بتاعتها اللي هي الكوبيبة والصدوق. آآ بيبقى معها تلات وشوش للفرم بتاع اللحمة. اللي هو الوش الخشن والوش الناعم والوش الوسط. آآ زي ما احنا شايفين برضو. وبنستخدمهم برضو بالترتيب لو احنا عايزين اللحمة نعمة خالص. عايزينها وسط يبقى نبدأ بالخشن وبعد كده الوسط. عايزينها خشنة يبقى احنا من اول وش وخلاص على كده. وبردو ممكن نركب عليها اللي هو الجوز بتاع البسكوت. وبنستخدمه حسب الشكل اللي احنا عايزينه. المفرامة التانية اللي معنا مفرامة سمارت. دي برضو ماركة ممتازة جدا. دي الوط بتاعها آآ الف وط معها جزء العمل الصدوق مع جزء العمل الكوبيبة. فيها برضو زرار آآ عاكس الحركة. فيها التلاتة وشوش بتوع الفرم. تمام. آآ ودي عليها ضمون سنة. ده سكينة الفرم ايه? وده اللي هو العمل الكوبيبة والحاجات ديت. وبتبقى برضو مع الملحقات برضو زي كده. والقمع برضو بنخزن في الحاجة وبنزق بي الودية برضو الاشكال لما بنجي نركب الحاج كل الشكلة. في منها برضو اللون الابيض بتاعها ده كويس جدا ده. الاتنين واحد وفرق اللون يعني مش اكتر. لا كل واحد حسب ما هو حسب ما هو عايز يعني. دي آآ دي ممتازة. وبتنفع عايز ست بيت يعني سعرها احنين يعني سعرها قريب. كده احنا ان شاء الله استعرضنا مع بعض المفارم. اللي هو انضف حاجة يعتبر موجودة في السمو بانواعها باشكالها. بالملحق بتاعتها. يعني على انتو بقى تقارنوا ما بينهم وتختاروا حسب الموديل اللي انتو عايزين وحسب الحاجة اللي انتو عايزينها. والاختيار بيرجع عليكم في الاخر. انما عشان ما تنزلوش تعودوا وتلفوا وتتعبوا نفسكم ممكن تلاقوا مركة وكويسة مركة غالية مركة رخيصة مركة كده. هانتو دلوقتي قدام كل حاجة واختاروا ان شاء الله ما بينهم. وان شاء الله تشتركوا في القناة. فعلوا زر الجرس. واستنونا ان شاء الله في ريفيوها جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.